صباحكم وارد صباحكم فل صباحكم مليان بالهنى والسرور ايه الحلويات والجمال اللي انت عاملهون دا يقوموا فيلو النهاردة هعملك طريق يتعامل صونية النجريستو النجريستو دي صونية كده عسل انا هعملها لك بطريقة سهلة جدا عشان كل ست بيت تقوم وتعمل طريق يتعامل النجريستو صونية كده زي العسل لو حبيين تعرف الطريقة ازاي تعان خش على المكونات ونعرف الصونية عملنها ازاي المكونات بتاعتها سهلة جدا جدا اول حاجة كده معاي كيلو من المكارونة السن جلم بصراحة النجريستو دي بيتعامل بالمكارونة الاسباكتة بس انا ولادي مش بيحبوا المكارونة الاسباكتة فانا استبدلت المكارونة الاسباكتة بالمكارونة السن جلم على فكرة اي نوع مكارونة هيمشي في الصونية دي طريقتها حلوة جدا وطريقتها سهلة جدا وحنعمل كل حاجة مع بعض دلوقت كمان معايا بصلتين كبار ضرباهم في الكب ومعايا نص كيلو من اللحم نص كيلو اللحمة دي ممكن تبدليه بصدور الفراخ ومعانا كده ضمتين كبار حبيتين من الطماطم ضربينهم على الخلاط ومعانا كيلو لبن عشان نعمل الصوس اللي احنا هنحطه على الصونين ومعانا جبنا اللي هي الشيدر او جبنا مرزليلي او اي نوع من انواع الجبن اللي عندك عشان كده نحطها على الوش ومعانا جرني فلفل حراج عشان يطعم معانا الصوني وكمان معايا معلجة كصبر وكمون ومعلجة ملح ونص معلجة بابركي ومعلجة كبيرة بهارات لحمة ومعانا مكعبين مراجة خضروات يبقى كده عرفنا لكل مكونات تعالوا نعيد المكونات من تاني عشان كل واحدة ستة تعمليه مكروني بصل لحمة معانا طماطم معانا جبنا وشيدر معانا فلفل كمان لبن عشان الصوس اللي هنعمله ويلا بنا كده ونروح ونعمل أجمل وأحلى صونية نجريستو بطريقة سهلة جدا أبقلك المكارونا السن الجلم بتحط بكانها المكارونا الاسفاكتة وبكان اللحمة المفرومة بتحط صدور الفراخ بس أنا عشان أولادي مش بيحب صدور الفراخ أنا بدلتها باللحمة تعالوا بقى نشوف الطريقة هنعملها ازاي أول حاجة كده معانا طاصة حلوة والطاصة دي هنحط معلج السمنة كده محترم معلج السمنة كده كبيرة حلوة عشان نشوح كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي مع بعض أول حاجة هننزل بالبصل عاودي نفسك لما بتكون بتعمل أي نوع من أنواع الصواني دي صواني صونية بشاميل صونية نجريستو أي نوع من أنواع الصواني دي تشوح البصل الأول بصراحة بتفرج في الطعم طبعا حطيت معلجة السمنة ونزلت كده ببصلتين كبار ضرباهم على الكب وهنسيبوهم لغاية ما البصل معانا يدبل شوية ويصفر وبعد كده هنبتدي نكمل باقي الوصفة بتاعتني صونية نجريستو دي معروفة ومشهورة إن هي بتتعامل بالإسباكتة وبتتعامل بصدوري الفراخ بس أنا قلت لكم بدلت الإسباكتة بالمكارونة سن الجلق وبدلت صدوري الفراخ اللي هي اللحمة اللي هي المفرومة هننزل دلوق بجارني بفلفل الحراج وده اختياري لو حبها تكون صبايصي كده شوية معاك تحطي جارني بفلفل الحراج لو مش حبها تكون صبايصي يبقى أنت تخوشي خالص جارني بفلفل الحراج تمام كده هنشوح لغاية ما كل حاجة تدبل مع بعضينا تعالي نشوف بنعمل ايه تاني جنبيهم حين بقى أنا بفك كيس اللبن طبعا كيلو اللبن بدأ فيه لازم يبقى صخن ومعانا كده المكارونة هنسلقها مكارونة سبكتة مكارونة سن الجلق تسلقيها لازم تسلقيها بس ما تخليش المكارونة تعجل مني تكون المكارونة بقية يعني تكون كده فيها نسبة شدة شوية لإني لسه هتكمل السوة بتاعها في الفرن نرجع هنا للطنصة بتاعتني طبعا هننزل دلوقتي بنص كيلو اللحمة نص كيلو اللحمة دي البديل بتاعه صدوري الفراخ يعني لو أنت عندك صدور فراخ تقطعيها مكعبات صغيرة وتنزلي بكان اللحمة المفرومة بس ولادي مش بيحبوا صدوري الفراخ في صونية النجريسو دي بالذات فعشان كده أنا هعملها باللحمة دي تمام هنشوح كله مع بعضه الغاية ما اللحمة كده تاخذ صدمة اللحمة خلاص لونها غير كده معاني ومن نزلتش الموية بتاعته كده تمامه زي العسل هنحط دلوقتي البهارات بتاعتني لازم نحط البهارات كده مزبوطة هننزل معلجة الكصبرة وكمان معلجة المالح وهنحط نص معلجة من البابريكي وعليها معلجة كبيرة من بهارات اللحمة بهارات اللحمة دي بتفرج في الطعم 180 درجة وكمان نص معلجة البابريكي كده بتديك لون حالو على فكري لو أنت عايس السكفي بالخلطة دي على كده هتبقى حلوة معاكي وزي العسل بس أنا بصراحة من الستات اللي أنا بحب أحط عليه معجون الطماطم أنا بحب أحط الطماطم كده ضربها في الخلاط وبحط عليه بس بيش بخليها زي المي بخلي كده الطماطم تجيلة معاني دولوك هتشوفيني أنا وبحط الطماطم تحسيني أن هي تجيلة هنجيب كده طمطمتين الكبار حبايتين الطماطم أنا ضربها مع الكاب شايفيني أنا عصرها من المي فتحس الخلطة تجيلة علشان لما نشوح كل الخليط مع بعضه ما يبقاش نازز مي ما يبقاش في نسبة مي هنسيب كل الخلطة دي الغاية ما تشوح مع بعضه وكمان تسبك كده كويس جدا والطماطم تسبك وكمان اللحمة تشرب من الطماطم وتشرب من التوابن اللي احنا حطناها وبعد كده هرجع لكم تاني هنشوف ايه عملنا تاني في الصونية بتاعتني الجميلة اللي زي العسل طريقة عمل صونية النجريستو دي بصراحة كده عسل كده أكل كده وهم بعد ما خلصنا اللحمة دي وخلاص يهزناها هنطفع اللحمة وتعالوا نعمل مع بعض حاجة تاني بقى دلوقت تعالوا نعمل الصوص اللي هنحطه في وش الصونية من فوق هننزل بمعلكتين من السمني معلكتين كده حلوين محترمين وهننزل كمان بخمس معالج من الدجيج على السمني أول حاجة كده السمني السيح معاك وتسخم وبعد كده تنزل كده بخمس معالج كده حلوين وهرميين من الدجيج وهنجلب كل الخليطة مع بعضه عشان ريحة الدجيج تطلع معاني هنشوح الدجيج مع السمني لغاية ما ريحة الدجيج تطلع معاني ليه ريحة بتطلع علشان كده نعرف ان الدجيج والسمني الشوح مع بعضه فطبعا هتعرف ان الدجيج معاك استوى احنا يعتبر ان احنا بنسوي الدجيج مع بعض صوص البشاميل ده اللي احنا هنحطه في وقل الصونية بالصراحة كده عسل أهم حاجة كده خلاص زي ما بقولك شوحنا الدجيج مع السمني لغاية ما تسبك معانا بيجي حلو وهننزل بكيلو اللبن طبعا اعمل صوص البشاميل ده هيطلع معاك طعمه جميل جدا امشي على الخطوات واحدة واحدة وهتبقى بامانة تانية هتعمل حاجة كده عسل خلاص كده انا نزلت بكيلو اللبن كله وهنبتدي بالمضرب اليدوي وينجلب فيه تجليب مستمر لغاية ما الخليط معانا يتجل يعني يبقى حلو كده ودولكتها هنقولك انا هحطيها عالية تمام هنا الخليط بيجي حلو على فكرة انا احتجت كوباية مية تانية وحطيتي هنزل كده بمكعبين مرجة خضروات عشان اطعم الصوص معاني او انزلت المكعبين مرجة خضروات وهننزل كده بنص معلجة صغيرة من بوهرات اللحم هتخلي الليك الصوص ديتي هيودك كده في حتة تانية وهننزل بنص معلجة صغيرة من الملح كده طعمنا البشاميل اللي بتاعني وطعمنا صوص البشاميل اللي بتاعني ده الصوص ديتي حلو جدا ممكن تستخدميه في صونية البشاميل وممكن تستخدميه في صونية النجريسة اللي احنا هنعملها النهار دي طريقة سهلة وطريقة بسيطة هي بتختلف عن طريقة صونية البشاميل في حاجة واحدة انا هوريك دلوقتي هنا بقى خلصنا كل الخليط المكارونة سلقناها والصوص معنا عملناها وكمان اللحمة شوحناها ومعنا جبنا المرزللة بتاعتنا او جبنا الشيدر او اي نوع من انواع الجبن معاك هنجيب الصونية بتاعتني دلوقتي وانيبتدي نعمل الصونية اللي زي العسل دي اكل مختلف اكل جميل اكل حلو تحبب ولادك فيه اعمل الاكلات دي بطرق مختلفة هتجيك زي العسل اول حاجة هحط كده كبشة صغيرة خالص من المكارونة طبيعا شوية الصغيرين دولي عشان نحط بصوص البشاميل دي هحط من الصوص ده كمية كبيرة عاوز اغلف قاع الصونية من تاح الجعرة بتاعت الصونية انا عايز اغلفي من صوص البشاميل عشان تبقى طبقة سميكة من البشاميل من تاح وشوفوا دلوقتي انا هكمل الصونية ازاي بطريقة مختلفة جدا وطريقة كده عسل جربوها مش هتندمو هنا خلاص عمارة الصونية تعالوا بقى نعمل الخطوة البعض كده الخطوة اللي بعد كده خطوة هي اهم خطوة هنجيب بقيت المكارونة المعانا طبعا انا اعتبر ما خدتش حاجة معلكتين صغيرين المكارونة معايا بالشكل دي وهنزل عليها بكمية اللحمة كله طبيعا الطريقة بتاعتك دي امو فيل واحنا متعودين ان احنا في البشاميل بنحط طبقة مكرونة طبقة لحمة لا دي بتختلف عن دي في الحاجة دي بس وبتختلف عنها ان دي بتبقى غرجانة في الصوس كده وبتبقى غرجانة في اللحمة او غرجانة في الفراخ اللي انت بتحط ديه بيبقى الطعام بتاعها مختلف وبالامانة تاني طعامها فعلا مختلف عن المكارونة البشاميل 180 درجة لان طريقتها مختلفة والطعام بتاعها برضو مختلف هنقلب كل الماكارونة مع اللحمة لغاية ما كل اللحمة تتغلف مع الماكارونة ابكده انت لما بتيجي تطلع قطعة من الصوني بتلاقي الماكارونة متوزعة بالتساوي مع اللحمة بيش تقطع قطعة من الصوني تتلاقي فيها جزء في لحمة وجزء الثاني مفغولش لحمة بالطريقة اللي احنا بنعملها دا ابكده احنا خلينا اللحمة متوزع في كل الصوني تمام كده تعالي بقى نكمل بقى الوصفة أهم حاجة جلبية كويس جدا لو ملاحظين في مكارونا ما كانش محاصلة بجلبي فيها كل شوية جلبي هسيبك كده أجلب فيه بعد كده أرجعلك وهقولك إيها هنعمله تاني خلاص هنا أنا خلصت تجليب وخلصت كل حاجة هجيب الصونية بتاحته هنزل بنص الخليط اللي أنا خلطته على بعضه طبعا أنتم ملاحظين أنا عاملة جعرة الصونية من تحت بصوص المشاميل وشوية مكارونا صغيرين نزلت بنص الخلطة ده بأمانة تاني الشكل بتاعها ما يتاكلش على كده نتنتك لها غير ما تكمليها هي كده عسل كده بش محتاجة أي حاج جنبية بس إحنا هنكمل الصونية عشان تشوفوا جمال وحلاوة صونية النجرسو بطريقة أومو فيلم حقنا طبقة من المكاروني وهننزل بطبقة خفيفة جدا من صوص البشاميل الطبقة المنتحت دايق عشان صونية النجرسو تبقى غرجانة في البشاميل غرجانة بالصوص بتاعها وهننزل باقية المكاروني كده إحنا نحطينا باقية المكاروني هنبتدي نحن نساوي الصونية بتاعتني ونزبط الصونية بتاعتني ونشوف هنكملها ازاي كمل الفيديو للآخر عشان يشوفوا هل الصونية داي طلعت حلوة في الآخر وما طلعش حلوة وفعلا الطعم والريحي بجد كانت قلب العمارة قلب أنا هن بساوي الصونية بالشكل دي وهنبتدي نجيب باقية صوص البشاميل اللي احنا عاملينه أو صوص صونية النجرسو بطريقة حلوة جدا طريقة خفيفة جدا طريقة سريعة طريقة سهلة هنا هنجيب باقية البشاميل وهبتدي ان انا اغطي الصونية بالكامل على فكري الصونية داي تفرج عن الصونية بتاعت البشاميل ان هي بتبقى غرجانة في البشاميل لازم تغرجها بالصوص بالشكل دي هي بتعشك حاجة اسمها الصوص بتاحها المكارونة تبقى غرجانة في الصوص بتاحه تمام كده كاملوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا جمال وحلوة الصونية في الآخر طلعت ازاي هنحط كل الصوص اللي احنا عملناها ما تخليش اي حاجة منه الا ما انت تحطيه هي جميلة بصراحة طعمها حلو هي طريقتي زي طريقة البشاميل بالضبط بس احنا شوية اختلافات عملناها هي بصراحة بتتعمل بصدور الفراخ وبتتعمل بالمكارونة الاسباكتة بس انا بصراحة ولادي مش بيحبوها هنا بقى بعد محطقة صوص البشاميل رشد شوية من التوابل نجيب كده يجيبنا الشيدر بتاعتني وينوزحها على هي بتعشك حاجة اسميها جبني يعني انت اي نوع من انواع الجبن عندك حطي عندك جبنة مرزللة حطي عندك جبنة الشيدر حطي اي نوع من انواع الجبن افركيها كده منفوق وغل في الوش بتاعي وحطيها في الفرن هتطلع لك اجمل واحلى صونية بس نيجريستو تكلير حياتك بامانة انا اول مرة اجربه بس بصراحة تجربة جميلة جدا وطلعت معايا نجحة 100% والطعم بتاعها كان مختلف تماما عن اي صونية احنا بنعملهم والطعم بتاعها زي العسل خلاص كده انا حطيت كل الجبن بتحتي في وش الصونية بتاعتني والصونية كده جاهزة معايا ان انا ندخلها جوة الفرن هتحطيها على جوة الفرن على درجة حرارة 180 طبعا تحطيها من تحت الاول غاية ما تستوبعا كده تحط تفتحيها شوي وتعالوا نوريكي جمال وحلاوة الصونية بعد ما استويت وقادي جمال وحلاوة الصونية النجرسو طلعت زي الفل وزي العسل بالامانة تاني تجربتها زي العسل جربوها بشتين دمو عازت حطي صدور فراخ حطي عازت حطي المكارونة اللي اسباكيت بتاعتها حطي عازت حطي مكارونة سني جلم حطي ده حاجة ترجعلك انت على فكرة الاكل دي ازواج والاكل دي افكار وانواع وحسب اللي رايحك انت وحسب زوجك انت ايه عملي واعملي لعيالك ما توقفيش نفسك على حاجي يعني عشان صونية النجرسو دي بتتعمل بالمكارونة اللي اسباكيت بتتعمل بصدور الفراه احنا مش هنعمله لا احنا عملناها بطريقة سهلة وبطريقة مختلفة وعلى طريقة على طريقة امو فيل وجربوها مش هتندم ابدا هطلع معاك قطعة بصراحة هي بتتاكل سخني بزي البشاميل البشاميل بتتاكل بارد وكمان بتبقى قطعة مسكة نفسه من هي بتاكلها سخني ولازم لازم لازم تكون سايحة كده ببعضي صونية النجرسو بتحب ان هي تكون سايحة كده ببعضي وحاجة كده زي العسل لازم كده الصوس بيبقى داخل في الماكروني واللحمة دخلة في الماكروني كده حاجة عسل شايفيني الجبنة معايا بتمط معاني لان هي لسه بالامانة تاني سخنة مولع نار انا لسه انطفية عليها الفرم شايفيني الجبنة بتمط معاك واللون الدهب الجميل دي هدوك معاكم وقولك اي رأيي في الصونية بالامانة تاني بامانة طعم بتاحي حاجة كده عسل الطعم بتاحها خرافة الريحة بتاعت الصونية دي بالامانة تاني بامانة تاني الريحة بتاعتها قلب العمارة قلب حاجة كده عسل جربوا طريقة عمل صونية النجرسو على طريقة اومو فيلو مش هتندموا ابدا عملتها لكم بكل سهولة وكل بساطة ولما تكوني بتحب تعمل اي نوع من انواع الصواني وفي حاجات من مكونات بيش موجودة عندك ببيتك حاول ان انت تستبدليها بمكونات تاني وعلى فكرة هتطلع زي العسل ما توقفيش نفسك على حاجات معينة وتقولي الحاجة دي بيش موجودة عندك ببيتك قادة الصونية عملتها لك بكل بساطة وبكل سهولة يا رب وصفاتي وأكلاتي اللي انا بعملها لكم بكون بتعجبكم والكانت وصفات اومو فيلو فعلا بتعجبكم تنزلوا كده وتعملوا لنا كومنت حلو وتنسوا ناشا كده في اللايك والشير وتفعلوا لزر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا اجمل واحلى متابعين عندي في القناة